اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية اهلا وسهلا بكم طلبتنا العزاء طلبة الصف الثاني المتوسط درسنا لهذا اليوم هو من الفصل الرابع الهندسة والقياس وهذا الموضوع هو خواص المثلثات خواص المثلثات المثلثات هي مثلث متساوي الساقين سوف نتكلم عن خواصه وكذلك متساوي الاضلاع وكذلك المثلث القائم الزاوية خواص المثلث المتساوي الساقين هذا هو المثلث المتساوي الساقين اي فيه ظلعين متساويين مثلث متساوي الساقين المثلث المتساوي الساقين هو مثلث فيه ظلعان متساويان يسمى الظلع الثالث المختلف بالطول عن الظلع المتساوية بقاعدة المثلث هذه هي قاعدة المثلث كما تسمى النقطة المقابلة لقاعدة المثلث برأس المثلث هذه هي رأس المثلث هي النقطة المقابلة لقاعدة المثلث خواص المثلث المتساوي الساقين هي أولا تتساوى قياس زاويتين القاعدة المقابلتين للظلعين المتساويين مجر M هو قياس من مجر زاوية B يساوين زاوية C أي أن زاوية الظلع الذي في القاعدة المقابل للظلعين يكون متساويتين بالقياس زاوية B تساوين زاوية C هذه الزاوية تساوين هذه أول خاصية من خواص المثلث المتساوي الساقين الخاصية الثانية أي مثلث فيه زاويتان متساويتان يكون مثلث متساوي الساقين أي بالعكس عندما نجد مثلث فيه زاويتان متساويتان هذا يؤدي إلى أن هذا المثلث متساوي الساقين الحالة الثالثة منصف زاوية رأس المثلث المتساوي الساقين يكون عاموديا على القاعدة وينصفها منصف هذا هو منصف هذا هو رأس المثلث يكون عاموديا على القاعدة نعم هذه عاموديا على القاعدة وينصف القاعدة أي هذه المسافة تساوينا هذه المسافة أي الBD يساوينا DC من الرسم والAD هو عامودي على الBC هذه هي خواص المثلث المتساوي الساقين لنتقل إلى مثال عزيز الطالب مثال واحد في الشكل المجاور إذا كان قياس الزاوية BAC 36 زاوية BAC هذه قياسها 36 وكان المثلث متساوي الساقين مثلث متساوي الساقين أي جميع أضلاعهم متساوية أي فيه ضلعين وتساويين جد قياس الزاوية ABC جد قياس الزاوية ABC نلاحظ عزيزي الطالب أن هذه الدلالة تدل على أن هم الضلعين المتساويين الAB يساوينا الAC إذن حسب خواص مثلث متساوي الساقين فإن زوايا القاعدة تكون متساوية بالقياس إذن مجموع الزاوية نحن نعرفها سابقا عزيزي الطالب يكون ناتج جمعها 180 درجة إذن قياس زاوية A زايدا قياس زاوية B زايدا قياس زاوية C يساوينا 180 درجة مجموع زوايا المثلث 180 درجة قياس زاوية A هو 36 درجة قياس زاوية B فلنفرضها X زايدا وهي نفسها قياس زاوية C إذن أيضا X ويساوي لمية وثمانين درجة أصبحت لدينا معادلة نجد حلها نجد نبسطها 36 درجة زايدا X زايدا X 2X ويساوي لمية وثمانين درجة باستخدام النظير الجمعي 2X يساوي لمية وثمانين ناقصا 36 درجة 2X يساوي لمية واربع واربعين درجة بقسمة الطرفين على ثنين ينتج الأكس يساوي لمية وثمانين درجة هي تمثل تساوينا قياس زاوية B وأيضا نفسها قياس زاوية C هو طالب في السؤال فقط A, B, C أي هي قياس زاوية B قياسه 72 درجة هو طالب فقط هذه في السؤال ننتقل إلى حالة أخرى عزيز الطالب وهو خواص المثلث المتساوي الأضلاع هذا هو المثلث المتساوي الأضلاع تكون جميع قياسات أضلاعه متساوية بالقياس فلنتعرف على هذا المثلث مثلث المتساوي الأضلاع وهو المثلث الذي تكون أضلاعه الثلاثة متساوية بالقياس ويمكن تسميته أيضا بالمثلث المنتظم خواص المثلث المتساوي الأضلاع هي أولا تكون جميع زواياه متساوية بالقياس وكل منها يساوي 60 درجة الخاصية الثانية أي مثلث تكون جميع زواياه متساوية بالقياس تتساوى قياس جميع أضلاع أي بالعكس عندما نعلم هناك مثلث زواياه متساوية بالقياس فاعلم عزيز الطالب أن هذا المثلث هو مثلث متساوية الأضلاع هذا هو مثال مخطط لمثلث متساوي الأضلاع لاحظ هذه الدلالة تدل على أنه جميع الأضلاع متساوية من خواصه كل زاوية منه تساوية 60 درجة فلنأخذ مثال عن موضوع المثلث المتساوي الأضلاع مثال في الشكل المجاور مثلث متساوي الأضلاع محيطه 57 جد طول كل ضلع ثم جد قيمة X جد طول كل ضلع ثم جد قيمة X محيط المثلث هو مجموعة طوال أضلاعه الثلاثة بما أنه هو معطيني المحيط 57 ويطلب المحيط إذن طول يطلب طول الضلع طول الضلع يساوي أنه المحيط تقسيم 3 لأن المثلث متساوي الأضلاع هذا القانون فقط للمثلث المتساوي الأضلاع لأن ظلع زاعداً ظلع زاعداً ظلع وهو نفس الظلع ينتج ثلاثة في نفس الظلع إذن يساوي المحيط إذن طول الظلع يساوي المحيط تقسيم 3 هذه الحالة فقط في المثلث المتساوي الأضلاع هو معطيني المحيط قيمته 57 على 3 ويساوي أنه قيمة 1 57 تقسيم 3 19 سنتيمتر هو طول الظلع إذن كل ظلع من هؤلاء هو طوله 19 سنتيمتر جد طول كل ظلع أوجدنا طول كل ظلع يطلب إيجاد قيمة X أين هي X X هي هذا في هذا الطرف هي في مقدار 2X-1 هذا 2X-1 يمثل طول الظلع BC ونحن أوجدنا قيمته 19 إذن نجعلها بشكل معادلة إذن نجعلها بشكل معادلة 2X-1 ويساوي 19 لحل هذه المعادلة لكي نجد قيمة X باستخدام النظير الجمعي 2X يساوي 19 زائداً 1 2X ويساوي لـ 20 بقسمة الطرفين على 2 X يساوي 10 هي قيمة X المطلوبة ننتقل إلى حالة أخرى عزيزي الطالب وهو المثلث القائم الزاوية المثلث القائم الزاوية تعلمناه عزيزي الطالب أيضاً في المرحلة الأولى ونأخذه في المرحلة الثانية وأيضاً موجود في المرحلة الثالثة مثلث قائم الزاوية أي فيه زاوية قائمة قياسة 90 درجة يقابلها ظلع يسمى الوتر والظلعان الآخران يسميان الظلعين القائمين لأنهما يصنعان الزاوية القائمة هذا هو المثلث القائم الزاوية فنتعرف أيضاً على المثلث القائم الزاوية المثلث القائم الزاوية هو المثلث الذي يكون فيه ظلعان متعامدان أي إن الزاوية بينهما قائمة وتساوى 90 درجة نسمي الظلع المقابل للزاوية القائمة بالوتر وهو أطول الأضلاع للمثلث نعم الوتر دائماً يكون هو أطول الأضلاع الوتر يكون الظلع المقابل للزاوية القائمة 90 كما نسمي الظلعين الآخرين بالظلعين القائمين لماذا؟ لأنهما من صنعا الزاوية القائمة خواص المثلث القائم الزاوية حسب مبرهنة في ثاغرس في أي مثلث قائم الزاوية يكون مجموع مربع طول الضلعين القائمين مساوية لمربع الوتر مربع طول الوتر يمكن التعبير عن هذه المبرهنة رياضيا كالآتي هذا هو المثلث ABC وهذه هي الزاوية القائمة قياسة 90 درجة هذا هو الوتر ويكون مقابل للزاوية القائمة ويكون أطول الأضلع هذا الضلعين هم الضلعين القائمين لأنهم صنع الزاوية القائمة مبرهنة في ثاغرس تقول مربع الوتر الوتر هو AC AC تربيع يساوي مربع 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 أي ظلعين القائمين AB تربيع زائدا BC تربيع نعم هذه نعم تطبيق عزيز الطالب وهذه القاعدة تطبيق هذا القاعدة قانون مبرهنة في ثاغرس حسب الحروف الموجودة في السؤال المهم يكون مجموع مربع الوتر يساوي مجموع مربع أي ظلعين القائمة ولكن الحروف تختلف حسب السؤال ننتقل إلى سؤال عن موضوع المثلث القائم الزاوية استعمل الشكل المجاور وجد طول وجد أن البي سي وجد طول البي سي وجد طول البي سي هذا هو طول البي سي وجد طول البي سي هذا هو المثلث ABC واضح أنه مثلث هذا قياس خمسة خمسة فيه ظلعان متساوي الساقين حسب الخاصية العمودة النازل ينصف القاعدة إلى قيمتين متساويين يكون عموديا واضح هنا عمودي وهذه المسافة X أكيد تساوي أن هذه المسافة X العمودة النازل هو قيمته أربعة إذن سوف نعمل فقط على هذا المثلث هذا المثلث هو قائم الزاوية فيه ظلعان معلومان وهو الوتر يساوي لخمسة وأحد الظلعين أربعة والظلع الآخر وهو X هو لا يطلب في السؤال X هو يطلب في السؤال البي سي سوف نجد X ونضربها في 2 نطبق خاصية مبرهنة في ثاغارس مبرهنة في ثاغارس نعم عزيزي الطالب مبرهنة لهذا المثلث مبرهنة في ثاغارس نطبقها لهذا المثلث الوتر هنا AC تربيع الوتر هو AC يساوي لنا AD تربيع زائدا DC زائدا DC سكوار AC قيمته خمسة تربيع AB AD نعم هنا AD AD قيمته أربعة تربيع زائدا DC قيمته X وهو تربيع إذن X تربيع خمسة تربيع خمسة وعشرين أربعة تربيع ستعاش زائدا X تربيع إذن X تربيع يساوي بإجراء النظير الجمعي للستعاش خمسة وعشرين ناقصا ستعاش إذن X تربيع يساوي لتسعة بجذر الطرفين ينتج لدينا هو موجب سالب وبما أنه قياسات وأطوال كميات موجبة إذن نكتب فقط 3 سنتيمتر وهو هذا يمثل قياس DC ولكنه يطلب قياس البي سي إذن قياس البي سي يساوي 2 في 3 ويساوي لستة لأن قيمة X تساوي هذه قيمة X 2 في 3 أو 3 زائد 3 أو 2 في 3 ويساوي لستة سنتيمتر قياس البي سي ننتقل إلى سؤال آخر عزيز الطالب وهو من أسئلة تأكد من فهمك سؤال الأول من أسئلة تأكد من فهمك فلنقرأ السؤال في المثلث المتساوي الساقين المجاور إذا علمت أن المحيط يساوي 19 هذا هو مثلث متساوي الساقين هذا هو الظلع يساوي هذا الظلع محيطه يساوي 19 جد قيمة X هذه هي قيمة X الموجودة في هذا المقدار وهذه هي قيمة X الموجودة في هذا المقدار ومطلب آخر وجد طول كل ظلع هذا المطلب الآخر المطلب الأول قيمة X المطلب الآخر إيجاد طول كل ظلع المطلب الثالث وقياس الزاويتين الباقيتين قياس الزاويتين الباقيتين إيجاد قيمة X نطبق هو المحيط محيط المثلث هو مجموعة طوال أضلاعه الثلاثة هنا 2X-3 هذا الظلع يساوي إذن أيضا قيمته 2X-3 والظلع الثالث القاعدة هي 2X-5 مجموحهم يساوي لـ 19 2X-3 زائد 2X-3 الظلع الثاني زائد الظلع الثالث 2X-5 ويساوي المحيط ويساوي 19 واستطيع كتابة ضرب 2 في 2X-3 لأنه ضلعين متساوين بالقياس ضلع 1 في 2 أيضا طريقة أخرى عزيزي الطالب إذن أصبحت لدينا معادلة نجري عملية التبسيط لها بجمع الحدود الجبرية المتشابهة توجد هنا 2X وهنا 2X وهنا 2X وحاصل جمعهما 6 حاصل جمعهما 6X الأرقام لديه سالب 3 سالب 3 سالب 6 سالب 5 سالب 11 ويساوي 19 باستخدام النظير الجمعي إذن 19 زائد 1 إذن 6X يساوي 30 بقسمة الطرفين على 6X يساوي 5 أوجدنا المطلب الأول وهو X يساوي 5 الضلع الأول الضلع الأول مقداره 2X ناقصا 3 نعوض بدل كل X خمسة 2 في 5 ناقصا 3 ويساوي 2 في 5 10 ناقصا 3 ويساوي 7 هذا الضلع الأول ويساوي الضلع الثاني أيضا الضلع الضلع الثاني المساوي له أيضا يساوي لي 7 أما الضلع الضلع الثالث ويساوي لي مقداره 2X ناقصا 5 نعوض بدل كل X خمسة 2 في 5 ناقصا 5 ويساوي ل 10 ناقصا 5 ويساوي ل 5 الوحدات هي هنا سانتيمتر وهنا سانتيمتر وهنا سانتيمتر هذا هو المطلب الآخر يطلب قياس كل الضلع ولكي تتأكد عزيز الطالب عندما تجمع هذه الأطوال الثلاثة ينتج المحيط الذي هو قيمته 19 يطلب أيضا قياس الزاويتين الباقيتين قياس الزاويتين الباقيتين هذه الزاوية معلومة قياسها 40 درجة بما أن المثلث متساوي الساقين حسب خواص المثلث المتساوي الساقين فإن الزاويتين القاعدة المقابلة لرأس الزاوية لرأس القاعدة تكون متساويتين بالقياس ونفرضها X Y وهنا إذن أيضا Y نحن نعلم أن مجموع زوايا المثلث يكون قياسهما 180 درجة إذن الزاوية الأولى 40 درجة زائد الزاوية الثانية Y زائد الزاوية الثالثة Y ويساوي لمية وثمانين درجة 40 درجة Y زائد Y ويساوي لمية وثمانين درجة باستخدام النظير الجمعي 2Y يساوي لمية وثمانين ناقصا 40 درجة إذن 2Y يساوي 140 درجة 180 ناقص 40 140 درجة بقسمة الطرفين على 2Y يساوي 70 درجة هي قيمة كل زاوية من الزوايا المتبقية في هذا الشكل زاوية 40 الزوايا المتبقية كل واحدة منها هي 70 في 70 لأنهما زاويتين القاعدة المتساويتين بالقياس ننتقل إلى سؤال آخر عزيزي الطالب فنأخذ من هذه الخيارات سؤال سريع قياس هو هذا سؤال اختيار من متعدد قياس كل زاوية في مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين قياس كل زاوية في مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين بما أنه مثلث قائم الزاوية بما أنه مثلث هنا عزيز الطالب مثلث قائم الزاوية إذن هذه الزاوية 90 درجة وبنفس الوقت ومتساوي الساقين هذا الظلع يساوينا هذا الظلع نعم 90 درجة مجموع زوايا المثلث هو 180 درجة الزاويتين هي متساويتين بالقياس 180 ناقصا الزاوية القائمة 90 يتبقى 90 90 بالقسمة على 2 لأن الزاوية متساوية ماذا ينتج عزيز الطالب نعم أحسنت ينتج 45 وهو الخيار C 45 درجة نعم عزائنا الطلبة تعرفنا على خواص المثلثات المثلث القائم الزاوية وتعلمنا خواصه فيه قاعدة فيثاغورس مبرهنة مهمة مبرانة فيثاغورس مربع الوتر يساوينا مجموع مربعي الضلعين القائمة الضلوتر هو يقابل الزاوية القائمة وأيضا تعلمنا مثلث متساوي الأضلاع أيضا من تسمياته المثلث المنتظم من صفاته توجد فيه ثلاثة أضلاع متساوية وأيضا زواياه متساوية وكل زاوية من زواياه 90 60 درجة وأيضا مثلث متساوي الساقين فيه ظلعين فقط متساويين فيه الضلع ثالث يسمى القاعدة زوايا القاعدة المقابلة لرأس المثلث تكون متساويتان بالقياس إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائنا طلبة الصف الثاني المتوسط آملين أن استفدتم من موضوع خواص المثلثات نلتقي معكم في دروس قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة